لم يعش ناصر عبد الربولي يرى ما حل بمنزله قتل بينما كانت الجدران التي أقامها تتحول إلى ركام ابنه أحمد ظل واقفاً ليروي ما حدث في وادي الخير ببيحان شبوه تم التفجير يوم 5-6-2015 بالنسبة للتفجير بدأوا يفجروا القسم القبلي قبل يعني يجوا بعضهم بعدهم متحوثين والحوثيين وقالوا باقي تبع البيت هذا الجزء من الهد الثاني وقاموا بتفجيرها الساعة 5-5 ونسق لم تكتفي الميليشية بتفجير المنزل ذهبت إلى أبعد من ذلك الإجاز على أسير طلب الأمام على مقربة من المكان فجرت ميليشية الحوثي منزل مبارك الخولبي أما أحمد قبول فلم يعد بعد ليرى منزله المدمر كانت ثلاثة طوابق تقف هنا وسط حي ريدان هذا كل ما تبقى منها وفي الجوار ما تزال المباني المحيطة تحمل بصمات ما قامت به ميليشيات الحوثي حين كانت على تراب بيحان لن تنسى المديرية التي سمعت الصرخات فجأة في ربوعها مرفقة بدوي انفجارات لم تغب عن مسامع سكان بيحان الذين هاجروا إلى أماكن متباعدة ويعيشون اليوم حاولة استعادة الحياة والعودة إلى نشاطهم اليومين وإلى الأمان الذي أصبح غائبا في مديرية كلف استعادتها أرواح المئات من أبناء اليمن كله اشتركوا في القناة